عشان نطمن على كل لعباتنا ونتطمن على منتخب مصر معنا محمد مراد على الهوى يا مراد أهلا بيك محمد عاملية بارك طيب وانت طيب وانت طيب يعني يطمننا والقلق ده طبيعي ولا زيادة والإصابات دي مصرها إيه؟ لا لو هنتكلم عن قلق لا قلق طبيعي جدا وطبيعي مع محمد صلاح نجف طبعا رمضان صبحي من العنص المبيضة في الأوراق مهمة طبعا معك في المستخب مصطوى أساسة وهكيابي الريزيجية طبعا يعني من العنص الأسلية والأسلية برضو في المستخب بحلاف تلاجع مصطوى الأسل تمالك والأهل بطبع لبارس الثلاث الأفراقية بتلاجع مصطوى الحراس بعد الشيء برضو كل الحاجات دي طبعا بعملك ضغط وضغط كير لما ينضب عليها الإصابات دي فالموضوع ببقى طبعا مؤلاء انت داخل قدام قريضة بحجب السنجال طبعا بحاجة تشوف لكن الحمد لله يعني محمد صلاحي الحمد لله جاهز وهيكون موجود مقرن الإصابة هل عندك علم مدى الإصابة ايه؟ يعني مفيش لسه تأكيد الإصابة ايه؟ ناس قالت كادمة في وجه القدم هيا كادمة بوجه القدم زمان تقولت يا محمد فعلا ده اللي لأكده مسؤول المتخب اللي بتوصه مع صلاح ومع الجاهز الضب للصلاح والحمد لله اللي عيب أما حاجة في أخه انه هو يبقى جاهز للمساة الجاية وجاهد انه يشارك مع صريقه بكل كثورة طبيعية وبالتالي جاهز لمواصل المجال إن شاء الله يوم 25 هو اللي زود ألقنا إن صلاح زي ما قال خلوب كمان بعد اللقاء مش من السهل إن هو يقعد ويقول أنا عايز أبدل فدي كانت مقلقة بالنسبة لنا وافتكرنا كلنا ذكريات كأس العالم وصلاح وإصابته مع راموس في نهاي تشاملز ليج فإن شاء الله صلاح هيكون جاهز وتطمننا إن صلاح هيكون جاهز إن شاء الله تريزي جيه هل عندك علم بمدى إصابته قاله إصابة في أسفل الظهر تريزي جيه حاجة في الظهر كده حاجة عبرات الظهر فشيشارك النهارة أو مشاركش خلاص في مارش فريق النهاردة لكن المارش الجاي مع فريقه جاهز من نسبة 100% إن هو يشارك عادل في القابل طبيعي وتواصلنا حتى مع تريزي نفسه ومع الجاد فإن المتخب الحمد لله نداعب أكد إن هو سليم وجاهز من نسبة 100% للمارش الجاي إن هي راحة عادية يعني لكن الحمد لله وهي تقرير النهاردة قالت شارك في الجاري كده في التمرين ويكون جاهز للقاء القادم مع فرقته يوم السبت طب نقفل صفحة الألأ وصفحة الإصابات وإن شاء الله ما يكونش فيه إصابات والألأ تاني آخر استعدادات منتخب مصر بقى القادمة للقاء المهم جدا أمام السنغال يعني قبل يعني نكتلم برضوك على راحة صفحة يعني لغاية دلوقتي محمد ما استخب ما حدلش موقفه من نسبة ما في الماء أن هو يبقى موجود أو يتبعاده لسه تاريس تتناهش مع الكهات والكهات والكهات البنية يعني نسبة نبلاعي يلحق مصر الجال الثاني موجود رمضان في المصر الأول الثاني يعني طبعا مكسب لو هو موجود فبالتالي لما دم محاس موقفه من نهاية إبعاده من المتخب أو استمراره لإستعداد إن شاء الله المعذكر يبقى يوم عشرين نستجمع لعبت الأهل والتمالك هينضبتها والبقاء بعد كده لعبت جرهم مثل لو موجودين المحترفين هينضبتهم واحد وعشرين التدريب قالوا استيلوش للحياشة في أرض الثاني التباع الجوي وقرر إن يبقى التدريب هناك أول يوم عشرين واحد وعشرين واثين وعشرين الثلاثة وعشرين وعشرين هيبقى تدريب استاد الكهارة يومين قبل مارس إن الراجل عايز يحفظه على أرضية الملعب اللي أفضل في المارس وإن أول حياة أرضية استاد الكهارة أو استاد الكهارة من الملاعب اللي هي بتحظى بعجاب قالوا استيلوش عاجز بعض الملاعب الثانية طبعا فبالتالي التدريب هيبقى هناك يومين بس اللعيب كل هذا ما بدك هتضم يوم بعد وعشرين يعني إن شاء الله هيكون قوي جدا وكلام كان إن السنغال هتوصل مصر قبل اللقاء بيوم هل الكلام ده صحيح أو فيه تغيير لا يعني الغد الوقت اللي مفيش تأكيد يعني سمعنا من إسبوع كده إن هم ممكن يعملوا المعاشقر بدري هنا يعني إنه المعاشقر من يوم واحد وعشرين وعشرين يعني ممكن يوصلوا بدري يوصلوا بالسلامة وقت ما يوصلوا وإن شاء الله يعني كده كده هيكون في استقبال مهم ليهم ده عرف الكرة عندنا والعرف عندنا في مصر وإن شاء الله يكون الأفضلية لنا في اللقاء حازت طبع منك على المنتخب الأولمبي هل فيه جديد في التدريب مدير الفني مين هيكون موجود الجهاز الفني مين هيكون موجود هل بدأت كافة المدرب الأجنبي تكون أرجح ولا لسه مدرب مصري بصه وهيتم حصل موضوع المنتخب الأولمبي أو العديد من الملفات اللي لسه موكلة بعد المرشين السنغال بعد المرشين السنغال يعني تشكيل المنتخب الأولمبي يعني بعد شهر خمسة أو سسة إن عندهم توقف شهر سسة هيتم بتشكيل المنتخب الأولمبي شهر خمسة أو آخر شهر خمسة لكن لغاية دلوقتي لم يتم الاستقرار بالنسبة كبيرة على شكل أو نوعية يعني الكلام محترم جدا وإن شاء الله أهم حاجة بنسبان لما تشين السنغال مراد شكرا ليك جدا دايما بتقول لنا تفاصيل واستعدادات منتخب مصر فيما هو قادر